مرحبا شلانكم ان شاء الله دائما تكونون بخير راح نشرح محاضرات الاحياء المجهرية اللي مطلوبة بالامتحان الجاي اول شي نبدأ بالمحاضرة السادسة اللي هي جرامبوزاتيف كوكسي هاي المحاضرة راح تتكون من نوعا من البكتيريا الاستافيلو كوكاس والسترابتو كوكاس بالشرح راح نشرح بشكل عام يعني الشرح اللي يوضح كل السلايدا وكذلك تأشيرات للطبقة الكادحة اللي يعني ما لهم خلق يقرون السلايدا كلها الاشياء المهمة اللي يبيها اول شي عندنا انه بيقول بالقرامبوزاتيف كوكسي اكون نوعا من البكتيريا اللي هنه الهي من اهمية طبية مثل ما قلنا اللي هي استافيلو كوكسي وسترابتو كوكسي اول شي عندنا الاستافيلو كوكسي الاستافيلو كوكسي قلنا عليها هي الشكل مالتها هو اللي هو على شكل عناقيد المواصفات مالتها اذا تريد تحفظهن اول شي احفظ كلمة ميكس م سي اس يعني شنو نون موتايل موتايل جاينا من حرف م نون كابسيوليتد السي اجاي من كابسيوليتد ما عدها كابسول نون سبور فورمينج ما تكون سبورات الاس اجاي من كلمة سبور الشي الثاني اللي هو مهم احنا لازم نعرفها بهذه البكتيريا اللي هي استافيلو كوكس تكون اوكسيديز نيجاتيف وكاتيليز اند كواجيوليز بوزاتيف الركز اوكسيديز نيجاتيف اند كاتيليز اند كواجيوليز كواجيوليز رح ناخده اللي قدامها مهم هذا يكون بوزاتيف هذي صفتش من خلال هذه الاختبارات احنا رح نميزها عن السيترابتو كوكس اشنا نميزها شوفوا بهذا الرسم هاي الفقاعات اللي تشوفها قدامك تثبت انه الاستافيلو كوكس هي كاتيليز بوزاتيف اتكون اما السيترابتو كوكس ما رح تكون لك هاي الفقاعات هذا باختصار المعنى الحشي اللي يريد احنا نحكي عنه بعد يقولك انه الاستافيلو كوكس هي جزء من النورمال فلورا يعني البكتيريا النافعة اكو بكتيريا موجودة بجسم الانسان بس هي ما تأذي جسم الانسان اللي موجودة بجسم الانسان تكون موجودة بالجلد موجودة بالانث موجودة بالجهاز التنفسي موجودة بالجهاز الهضمي بشكل عام جلد جهاز تنفسي جهاز هضمي اهنا انا دايحشي لك انه الاستافيلو كوكس بيها هواي انواع المهمات من الناحية السريرية هما الاستافيلوكوكاس استافيلوكوكاس ابيدرميدس واستافيلوكوكاس سابروفايتيكاس انت الاشي اللي انا قلت لك انا قلت لك يا السلايدا كلها وانت المفروض من عندك تقراها كلها بس اذا ما لك خلق تقراها كلها وقافل على القضية تيجي هنا نتقرأ انه هي موجودة بالاسكن موجودة بالجهاز التنفسي موجودة بالجهاز الهضمي هذا انه خلصنا من عندهم تيجيني اهم بعدك تتعاجز يا بما لخلق كل الاسماء اقرأ ستافيلوكوكاس اوريوس اللي هي هاي اهم وحدة موجودة اهنا وراح نحكي عليها واذا الله هداك يعني وصارت معجزة احفظ الباقيات بس اذا الله ما هداك بعد شا سويت الموضوع مو بايدك بالنهاية اذا الله ما هداك اهنا انا حاتشي لك عن الانواع الثلاثة اه انه الستاف اوريوس تكون واللون مالتها اصفر وتكون انه هي تخمر المانيتول هسه نجي للانتقال والامراضية مالتها بالنسبة للانتقال والامراضية مالتها النوم الانتقال مالتها اما عن طريق مثلا واحد يقح بوجهك يعتص بوجهك يسوي شي بوجهك او من عن طريق الطعام الملوث فانتهام كذلك اكيد ما لك خلق تقراها كلها ركز يا عمي على Respiratory secretion و contaminated food الطعام الملوث زين نجي الموضوع الامراضية مالتها تقول لك الامراضية مالتها يعني والامراض اللي ممكن تسبب الكياها هذا الشيء يعتمد على عدة عوامل اول شيء يعتمد على Virulence اللي هو الضراوة مالتها هي يعني بشكل عامي قللك كائنات المجهرية الامراضية مالتها تعتمد على اول شيء يعني عوامل الضراوة اللي موجودة بهذا الكائن المجهري وكذلك الدفاعات مال المضيف دفاعات جسم الانسان إذا دفاعاتها ضعيفة أو دفاعاتها قوية على أساسها راح تصير عندها أعراض قوية أو أعراض ضعيفة خوش حاجة اهنان هذا المقطع الأخير يعني نفس الحاجة تريد تقرأ قرأ ما تقرأ براحتك هسه هنا يحتي لك Virulence Factor عوامل الضراوة اللي موجودة بالستاف أوريس شنو هنه عدها Sail Wall Virulence Factor اللي هي عوامل الضراوة مع الجدار جدار الخلية اللي هي بروتين A و بروتين F هذا نحفظهن وحتى ما تنسان شنو هي اسمها Staphilococcus aureus F شوف هي اسمها Staph حرف F و Aureus بحرف A إذن بروتين A و بروتين F من هذا نحفظهن Staph Aureus Staph Aureus تنتهي بحرف F وتبدأ بحرف A عدها أنواع من السموم هي تفرزهن اللي Cytolytic إكسوتوكسين هيمولايسين التريد تحفظ هاي هيمولايسين اللي هي ألفا وبيتا وقاما وهاي السوالف اللي هي شنو إلها قابلية على تحليل الدم وعدها بعد شنو Super Antigen إكسوتوكسين اللي هي هاي انتيروتوكسين اللي هي سموم للجهاز الهضمي وذني سهلات للحفظ A B C D E G مو F مو تطبق على F لا A B C D E G وهذه لازم تحفظها شنو هاي السوبر انتجين إكسوتوكسين يقولك هي تكون من نوعا من السموم السموم الداخلية هاي الانتيروتوكسين ما الجهاز هضمه هاي السوالف وعندك توكسيك شوك سيندرام توكسين اللي هو T S S T هذا مهم لازم تحفظه لان هذا هم بتفريق عن السترابتوكوكسي سترابتوكوكسي بيها غير شي فهس عوامل الضراوة أشياء تخص السيلوال اللي هي بروتين A و بروتين F اخذناها من ستاف اوريس تنتهي بF وتبدي بA إذن ستاف اوريس بروتين A و بروتين F عدها السايتولايتك إكسوتوكسين اللي هو هيمولايسين يحلل الدم الفا وبيتا وهذا الملاعب وعدك السوبر انتجين والسوبر انتجين هو عبارة عن نوعين من السموم مخبوطات سوال انتيروتوكسين اللي هو هاذا ABCD وتوكسيك شوكسين درام توكسين هاي عوامل الضراوة هست المفروض بيك حفظتهم نجي طبعا هنا انا بالرسم داي وضح لك عوامل الضراوة وهي السوال فتذا تريد تطلع عليها هنقراها نجي الكلينيكل سيجنيفيكنس شنو الأجزاء من جسم الإنسان اللي ممكن تتأثر بسبب الستاف اوريس هم احفظ هذه الكلمة اسمها فورس فورس ف او ار اس ف او ار اس ليش فورس الاف اجاية من فود بويزنينج اللي هو تسبب لك تسمم بالطعام تمام لان فترة الحضانة مالتها تكون قصيرة شورت انوكيوبيشن بريود اللي هي واحد الى ست ساعات تمام هس شنو قلنا تحفظ كلمة فورس اللي هي متكونة من اف او ار اس الاف يمثل كلمة فود بويزنينج خوش هاتشي ال او اذر انفكشن السبب بلك التهابات ثانية ممكن السبب بلك اندو كارديدس ممكن بعضلة القلب ممكن بالعظام ممكن بالدماغ وتركز على هاي هاي مهمة نوزو كوميال انفكشن هذي تحفظها مو مو عالمزاج اي اه هاي اذر انفكشن خلتوا لا على الاقل احفظ النوزو كوميال انفكشن هاي تخص ستاف اوريس عندك بعد شنو بكلمة فورس خذنا ال او وصلنا ال ار ال ار هو يمثل ريس بايرة ريتراكت الجهاز التنفسي خوش مثالة تونسيلايتس التهاب اللوزتين فارنجايتس سينيوسايتس نيمونيا اوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى هذا اني عاد التو هداية الله شنو اللي تقدر تحفظه من هنا حفظه وسكن انفكشن هنا انا بالسكن انفكشن بيعدة امراض واشياء ايش قد ما تقدر بيه تقدر تحفظ احفظ بس هم ركز بطريقك على هاي القتلك ركز عليها توكسيك شوك سندرام وسكيلد سكيلدد سكن سندرام سكيلدد سكن سندرام هذا اني احفظ هن الثيانات هن هم مهمات هذا اني هن الامراض او الاجهزة مال الجسم او الاشياء يعني الاضرار اللي ممكن تسببها اه هذي البكتيريا هاي صورة التوكسيك شوك سندرام هيج يصير بالجلد وهاي صور باقية على الامثلة اللي مالة الاسكن اللي موجودات هنانا دا يراويك صور هن فانت المفروض بيك تقرام لابوراتوري دايجنوز يقول لك بالمختبر احنا شلون نقدر نكشف عن البكتيريا وهذا الشي مهم احنا لازم نتعلم له ونركز عليه اول شي يقول لك اللي هو الفحص اللي هي تكون مترتبة على شكل عناقيد مثل ما قلنا بالبداية اللي هي كلوستر الثانية عن طريق الكلتر وين تزرعها تزرعها ببلد اقر بلد اقر ش راح تسويلي الطيني مستعمرات يلو كولونيس وذ بيتا هيمولايتك وذ بيتا هيمولايتك هاي عن طريق الزراع مبهرها هيت يصير هاي نحفظها اللي هي مستعمرات صفرة وستسوي هيمولايتك بعد شنو شنو نتميزها احنا قلنا بالبداية هي التي هي اللي هي منطلعنا لكم الفقاعات فتركز على هذا الاختبار لان هذا الاختبار مهم ممكن يجي صح وغلط ويمكن يجي غيره اللي هي عن طريق كتاليز بوزاتيف وكواكوليز تيست بوزاتيف احفظوا اياك المانيتول فرمينتيشن هم يصير ما بيهاش هاي هم طريقة للفعز اهنا يجيك على العلاجات العلاجات تحفظها نحفظها يلا على اقل حفظ الفانكومايسين منعدهن اه احتمال يجيبوا والله يعني صراحة ما ادري انا عن نفسي يعني ما ركزه هاي على العلاجات من اقرأ بس انت بعد بكيفك انت المفروض تقرأ ما اقدر يعني اورطك بشي احتمال اقول لك لا تقراهن ويجن فيعني تقدر علي اقرأ فانكومايسين سيبرافلوكساسين سيفالوسبورين تريد تحفظها نحفظها بكيفك اللي هنانا اول جزء من المحاضرة خلاص اللي هو الاستافيل لوكوكاس اوريوس نرجح لمراجعة هي شي صغيرونا صغيرونا الاستافيل لوكوكاس مظهر هالقارج اللي هو قلنا شنو تكون على شكل اللي قرابس العناقيد ونحفظ كلمة ميكس م سي اس اللي هو نون موتايل ما تتحرك نون سبور فورمينج ما تسوي سبورات ونون كابسوليتد ما عدها كابسول وين موجودة كنورمال وفلورة بشكل طبيعي بالاسم الانسان الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي هي تكون انتقال مالتها عن طريق الطعام الملوث والجهاز التنفسي الامراضية مالتها وهذا اللي هي افجاية من ستاف اوريوس سايتولايتك اكسوتوكسين اللي هي هيمولايسين تحلل الدم الفوبيتها وقاما وخرابطها سوبر انتجين اكسوتوكسين وقلنا هذا يتكون من نوعين اي بي سي دي اي جي وتوكسيك شوك سندرام توكسين اجينا النابلي هنانا قلنا نحفظ هنداني على شكل كلمة فورس فورس الاف من اللي هو يسمم الطعام اللي انفترة الحضانة ماتها واحد للساعات يعني اصيب القلب اصيب الجهاز التنفس ونركز على النوزو كوميال انفكشن ري سبايرتا ري تراكت انفكشن هم نحفظهن التهاب اللوزتين ذات الرئة اوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى وغيرها الاسكن انفكشن هذا اللي نركز بيهن عندنا توكسيك شوك وسكلت اسكن سندرام هذا اللي مهمات والباقيات هم انت بعد انت وضميرك اذا يسحق راه بالنسبة اللابراتوري الركز على انه هي عناقيد هي مستعمرات صفرة وذ بيتا هيمولايتك ونركز على انه هي كاتالايز كواجولايز بوزاتيف ومانيتول فيرمينتيشن اللي هنا خلصت الستافيلو كوكس نجي للسترابتو كوكس اخ اختها شنو تختلف عن الستاف هذي نفس الصفات بالضبط نفس المكس الطبقة عليها نون موتايل نون سبور فورمينج نون كابسيولايز بعض الانواع عود عندها كابسولات بس هي بشكل عام نون كابسيولايز الشكل مالها هذي تثانة عناقيد هذي على شكل سلاسل اللي هي شين سلسلة الشغلة الثانية الستاف ركزنا وقلنا هي كاتالايز اند كواجولايز بوزاتيف تمام من طلعناها سوينا فقاعات هذي كاتالايز نيكتيف كاتالايز نيكتيف هاي صفة افريقية لازم نركز عليها السترابتو كوكس شوف اهنا نهم الشابهات توجد كنورمال فلورا اهنا كاش قلنا قلنا موجودة بالجليد موجودة بالجهاز التنفسي موجودة بالجهاز الهضمي كنورمال فلورا كبكتيريا طبيعية ما تأذي الجسم هذي نفس الشي موجودة بالسكن بالجلد موجودة بالجهاز التنفسي هذا الانترك يعني هم الجهاز الهضمي بس شنو اضيفوا ياهن جينيتال تراكت اللي هو الجهاز التناسل للانسان موجودة بي هاي السلايدة الاولى من استرابتو كوكسي اعتقد شرحت تلكي اياها صارت بسيطة وقراها بالمقارنة ويا الستاف كوكسي ليش تقراويا بالمقارنة وياها حتى هذي ستطبع ببالك وهي تطبع ببالك ليهنان الامور طيبة اجينا للترانسميشن الانتقال مالتها هذيش الانتقال مالتها قلنا عن طريق الجهاز التنفسي واحد يقوح يعطس بوجهك او عن طريق الطعام الملوث هذي نفس الشي اللي هو بس بيها اختلاف بسيط اللي هي الانتقال مالتها عن طريق الجهاز التنفسي او مثلا عن طريق الملامسة يعني واحد يسلم عليك وايده ملوثه هم بسببه يسوي لك المرض يصير عندك المرض هسه الباثوجينيسيتي بالنسبة للباثوجينيسيتي احتي الكياب اختصار بس قبل اروح للباثوجينيسيتي وهي الفيرولانس فاكتور هنانا نشوفهن سيل والفيرولانس فاكتور بروتين ام اند اف باوع باوع ركز اهناك قلنا شنو ستاف اوريس اف و اي اذا بروتين اي و اف اهنانا لا السيل والفيرولانس فاكتوراتها ام و اف هذي ركز عليها الهيمولايسين موجود عندها اللي هو هاذا قلنا الالفا وبيتا ومدريش شنو هذني بالاضافة للهيمولايسين هي تفرز موات ثانية عادها السترابتوكاينيز هي لورونيديز تريد تحفظهن احفظهن ما تريد تحفظهن بكيفك السوبر انتيجين السوبر انتيجين بالستاف اوريس قلنا يتكون من نوعا انتيروتوكسين اللي هو هاذا ذا تذكروا اي بي سي دي اي جي ويتكون من توكسيك شوك سيندرام طوكسين ميز. عندك هنا تلف أسات وتي. هناك كانت توكسيك شوك سيندرام توكسين. هنا سترابتوكوكال شوك سيندرام توكسين. فاحتمال يجي بالكياب الاختيارات يخلي لك بس اس اس تي. ويقول لك هاي ما المينو. انت لازم تتميز. هاي تلف أسات وتي. هاي تتبع للسترابتوكوكاس. خوش حاتشي. خوش حاتشي. اهنان هسه نيجي انه شلان الامراضية مالتها. باختصار الامراضية مالتها. مالتها هي راح تروح بعد ما تدخل للجسم انه مثلا واحد يعطس بوجهك. تروح تلزق نفسها بالفرانجيال ميوكوسا. اللي هو يعني شلون البطانة مال الحلق ويساعد على البلعهم من تبلع. هاي الفرانجيال ميوكوسا عن طريق ذن البروتينات مالتها الاف والام هي راح تلزق بيها. بعد ما تلزق بيها راح تتكاثر تكون مستعمرات تفرز سمو مالتها والسوي دمج يعني تدمر الخلايا المحيطة بيها. من ورا ما تسوي هي تشتيج الشرطة اللي هي وواية سيل اللي هي كريات الدم البيض تتعاركوا ياها. نتيجة هاي العركة هاي اليوم ضارب كريات الدم البيض تضرب والسترابتوكوكسي راح يصير عندي الباس فورميشن. راح يصير عندنا خراجة وهاي الاشياء. فاذا هذي هي الامراضية مالتها هيد شي تتصير. اهنا انا يقول لك نتيجة للامراضية مالتها اه الصير الاشياء اللي يمكن صير لاني على الاقل احفظهن ولو رؤوس اقلام. عندك سيليولايتس اللي هو التهاب ساب كوتينيس تحت الجلد. فاسايتس اللي هو التهاب بالانسجة اللي تحت الجلد. زين. وعدنا مايو نكروسيز اللي هو شنو موت الخلايا مال العضلة. هذاني نفهم نحفظهن اه تابعات السيليولايتس بلا موجود بالستاف وموجود بالسترابتو. اه فاسايتس ومايو نكروسيز هذاني لازم نحفظهن انه موجودات عدي بالسترابتو كوكسي. هس شنو نجي للكلينيكل. يعني هذاني كلش مهمات للكلينيكل لازم انت تحفظهن وتجبر نفسك عليهن. تمام? شوف اذا تذكر من قرانة تقييم اه بتقييم الوجه مرات الصير اللي هو قالت عليه البيوتر افلاي اللي هي الخدود الصير حمر والصير يعني شي صغير بالخشم على شكل فراشة. اذكر هذا الشي التقييم انت مقاريها هاي بالتقييم. اجدتك هنانا. اللي هو عندي اريس بيلس. هذي الاريس بيلس هي هاي الظاهرة بسبب السيطرابتو كوكسي الصير عندك البيوتر افلاي. هاي الفراشة اللي راح تصير على الاسكن اوف فيس. اريس بيلس. خوش حتشي. هسه انت هاي حفظتها. ثانيا عدي بيور بيرل سبسز. هاي هم تحفظها طبعا هي هاي يقول لك نوع من الانفكشن الصير بعد ولادة الطفل. وعدنا السيليولايتس. هاذا هو السيليولايتس اللي هو اخذناه قبل شوية. تريد تقرى مننا بس شنو? هاي السيليولايتس لازم تعرفها انه الانفكشن مالتها شنو? with بورنز اند ووند of surgical incision. لازم تعرف انه هذا الالتهاب يصير بحالات الحروق. والجروح او يعني المكان مال العملية. لازم تنتبه لهاي لان ممكن يجيب لك اياها. يقول لك شنو الشي اللي يدي يصير او شنو البكتريا اللي تتسوي السيليولايتس او المكان مال العملية يلتهب. فانت لازم تعرف الموضوع يتعلق بالسترابتو كوكسي. هذي الاشياء اللي هي تخص موضوع الجلد. لي هنانا حتشي انا عن جلد اريسبيلاس بيوربيرال سيبسيز وسيليولايتس. حفظنا احن. اه. طبعا ماذا اشتر زين لان قلة مايبادي ضاع. وبصب عيدا اسوي. ريسبايراتا ريتراكت انفكشن. يقول لك اسوي لك تونسيلايتس. التهاب اللوزتين. و اسوي لك النيمونيا. اللي هي ذات الرأة. اللي هنانا هاي الاثرماد. طبعا من تقرأ انت راح تنتبه لهذا الشيء. السترابتو كوكسي مزعجة. يعني مو مريحة بالقراية مثل الستاف. الستاف. واحد بسرعة يستوعبها. هاي السترابتو بيها دعافيس. فانت الدعافيس مالاتها عندك الجلد تحفظهن مالاته. الجهاز التنفسي عندك توسيلايتس و نيمونيا. هم محفظهن. تيجي النوب توكسيجينيك انفكشن. اللي هنه عدنا السكارلت فيفر. السكارلت فيفر. هاي السكارلت فيفر. الاعراض مالتها اللي هي هذا هو السترابيري تونغو. هذان تحفظهن اللي هنه ما السكارلت فيفر. وتتذكر السكارلت فيفر هي من مشاكل السترابتو كوكسي. ممكن يجيب لك بالاختيارات سكارلت فيفر. من اللي يسببها. فانت المفروض تعرفها. عدنا شنو? عدنا اميونو لوجيكال ديس اوردر. اميونو لوجيكال ديس اوردر. يقول لك الانسان بعد ما يصابه بهاي البكترية راح تضعف المناعة عمالته. والصير عنده يعني تضعف المناعة عمالته وممكن يصير عرضة للاصابة بامراض ومشاكل اخرى. زي. هسا نجي. عدنا روماتيك فيفر. الحماء الروماتيزم. هاي هنانا شنو? حاول تركز وتهدأ. وهاي مهمة. ليش? شوف. اهنان الروماتيك فيفر. اش راح يصير? السترابتوكوكسي راح تصيب الجهاز التنفس العلوي. ابر ريسبايرات اريتراكت. ابر ريسبايرات اريتراكت. انفكشن. مو صارت عندك اهنانا? اهنانا راح تصير عندك خربطة بالجهاز المناعي. الخلايا هاي السترابتوكوكسي من الصيب هذا المكان. الصير تشبج على الجهاز المناعي. هذي نوع الخلايا او او الشي مشابه للخلايا اللي موجودة بعضلت القلب. اكو تشابه بالتركيب. فاش راح يسوي الجهاز المناعي? راح يروح يهاجم الهارت مصل. بسبب هذا التشابه يروح يهاجم عضلت القلب. هذه هي روماتيك فيفر. الحماء الروماتيزمية. ان شاء الله تكون وضحت الفكرة عندك. البكتيريا موجودة بالجهاز نفسي. وهي مهمة تركز عليها. موجودة بالجهاز التنفسي. والجهاز المناعي راح يروح يهاجم عضلت القلب. بسبب التشابه. اكيوت يصير هجوم على عضلت القلب. اهنان شنو? يصير عندي هجوم على الكدني. دمج على الكدني. الكدني هي اللي راح يضربوها وينعلون ابو 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 ابوها. وبالتالي راح تتأثر. فانت مثل ما قلنا حاول تهدأ. تجي للمشاكل ما للجلد. اريس بيلس اللي هو البيوتر فلاي. شكل الفراش اللي يصير على الوجه. بيور بيرال سبسيز اللي قلنا بعد الولادة. سيليولايتس اللي قلنا مرتبط بالحروق والجروح ومكان العملية. تيجي الجهاز التنفسي عندك التونسولايتس وعندك النيمونيا. تيجي هنا سكارلت فيفر. سكارلت فيفر تذكرها من الفراولة اللي يصير على اللسان. تمام? اه تيجي اه اميوني لوجيكال ديس اوردر. شلون داي صير? يقول لك الروماتيك فيفر. اه ينصاب الجهاز التنفس العلوي. والجهاز المناع الصيربي خربطه ويروح يهاجم عضلة القلب. اكيوت اجلوماريولونايت نفرايتس. اهنانا الصير عدة ضرار على الكيدني. بني مهمات افهم افهم. الحمد لله. لابراتري دايجنوسيز. التشخيص مالتها. اه. استرابتو كوكسي. اهنان يقلك اه مصفطة على شكل اه مزدوجات ان شاينيز. يعني حروف اه صينية. طبعا هاي الحروف الصينية بعدين ناخذها اللي قدام اكو نوع من البكتيريا هي مختصة بيها اكثر. فانت بلاي تصير على البلد اقار مثل اختها. تسوي مستعمرات صغيرة. بيتا هيمولايتك. بيتا هيمولايتك. شوف. الستاف سوت لك بيتا هيمولايتك. ذي تشانت لونها اصفر. وهنا هيمصار عندك بيتا هيمولايتك. هاذي حتى تميزها. الشي يقول لك يسوي لها. هذا الفحص. هذا الفحص هم اسمه. احفظه. بيستراسين سينسي تيفيتي تيست. بيستراسين سينسي تيفيتي تيست. اللي هو هذا اللي يعني يسوون يسوون فدأ اختبار حتى يعرفون انه يثبتون انه هالي البكتيريا هي السترابتو كوكسي. زي. اهنا عندك سيرولوجيكال تيست. يعني رحكي لك عنه. العلاجات بعد انت وهداية الله اشتحفظ بيها نحفظه. اه قبل الاسد الفيديو. السترابتو كوكسي. اهنا اخذنا الاشكال مالتها. ركزنا على هي مكاناتها بالنورمال فلورا قلنا نفس الستاف كوكسي. بالاضافة الى هنا هي موجودة بالجهاز التناسلي. ايجينا الانتقال مالتها والامراضية. قبل لا نروح لهن وتشبت علينا. ايجينا الضراوة مالتها. اللي هي من ناحية سيلول فيرولنس فاكتر بروتين امو اف. الاكسترا سيلولير بروتك يعني تفرز هي مواد ثانية. هيمولايسين سترابتو كينينز هيالورونيديز. سوبر انتجين مالتها اللي قلنا هي ثلاث اساتوتي. سترابتو كوكس شوك سندرام توكسي. انه بجينا قلنا هو من واحد يعتصب وجهك مثلا والرذاذ طبت للحلق. راح تروح تلزقنا في اسهب البطانة. اتدمر الخلايا تيجي خلاياات الدم البيض تتعارك وياها ويصير عندنا البص. اهنانا مربط الفرس والدق والشكل اللي لازم انت تركز به. من ناحية الجيج سوي لي اريس بيلس اللي هو شكل الفراشة. بيور برال سبسيز وسيليولايتس. سيليولايتس نركز عليهم مثل ما نركز على اريس بيلس. انه انه هنانا عدنا بالجروح والحروق والمكان ما للعملية. تونسيلايتس نيمونيا. السبب لي. السكارلت فيفر قلنا تسوي الفراولة على على اللسان. الركز عليها. عدنا الروماتيك فيفر. بالروماتيك فيفر شنو قلنا? قلنا اش راح تصير عدنا هنانا? ينصاب الجهاز التنفس العلوي. الصير خربطة بالجهاز المناعي يروح يهاجم خلايا القلب. اكيوت جلوماريولون نفرايتس. اهنانا تروح الصير خربطة بالجهاز المناعي ويروح يهاجم الكلية. بالنسبة للدايجنوسيز. اركز على موضوع انه هي بايرس. شاينز. سلاسل. شاينز. ايه. شاينز. سلاسل. مو صينية. دير بالك لا تشبج. الصينية بعلينا اخذها. شاينز سلاسل. مزدوجات. بيتا هيمولايتك. يسوي لها باستراسين سينستيفيتي تست. والباقي انت هو هداية الله. لا تريد تقرأ قرأ. هو المفروض انت تقرأ. بس دعا ما اخذلك بعد. شاينز سوي. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة.